موسيقى موسيقى رنضم إلينا لينا قنون محللة الأسواق المالية في إيكوتي جروب أهلا بك معنا لينا الحدث الأبرز يمكن اللي عمل رقبه اليوم هو أي إشارة قد يعطينا إياها جيرين باول في اجتماعه ربما في هذه السياسة النقدية التي قد تشهد بعض التغيرات الأسواق برأيك كيف ستتعامل مع أي إشارة فيما يخص تحديدا مستويات التضخم التي قد تظهر أي تغيرات أو قد يأخذها بالحسبان وفقا لسياسته النقدية أهلا ومرحبا بكم بالفعل هناك ترقب لهذا الاجتماع المهم في اجتماع جاكسون هول وترقب لكلمة جيرون باول رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي هناك ترقب عن حديث حول توقعات المستقبلية للسياسة النقدية وأيضا عن توقعات حول أسعار الفائدة القريبة من الصفر على الأمد الطوي وأيضا الحديث أيضا عن المستويات هل سيكون هناك بالفعل توقعات أو حديث عن المستويات المستهدفة للتضخم فوق 2 في المئة وأيضا عن منحة العائد لسندات الخزانة الأمريكية التي يمكن أن يجعل تبقى تحت ثقف معين لخفض تكلفة الإقراض الحكومية بالتالي لو تحدث فعلا عن مستويات التضخم المستهدفة فوق 2 في المئة سنشاهد ضغط على الدولار وأيضا ارتفاعات أيضا للذهب وللأسواق الأسهم الأمريكية لو لم يتحدث أبدا عن التضخم فسوف نشهد عمليات تصحيح على الذهب لأن هناك توقعات بأن يكون هناك حديث عن توقعات المستقبلية يعني منزيد من التحفيص فكله سيؤثر على أسواق الأسهم وأسواق الذهب لو لم تكن توقعات حول كل هذه المواضيع سيكون هناك ضغط على الذهب وأسواق الأسهم فنشهد بعض الارتفاعات على الدولار يعني بلا شك يا لنا سوف يتم أيضا التعرض ماذا سوف تقول إليه الأمور فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي وأيضا الطلب على النفط والآن نحن بصدد إعصار لورا وبالتالي كل هذه العوامل تؤثر على أسعار النفط فما هي التوقعات لأسعار النفط؟ بالنسبة للأسعار النفط سوف يعني أعتقد حتى أي ارتفاع سوف نشاهده بسبب إعصار لورا الذي أدى إلى توقف المصافي وإنتاج التكرير بإنتاج في خليج المكسيك بـ 84% هذا التوقف ربما سيدعم أسعار النفط في المدى القصير وخاصة لو المتوقع أن يكون هذا الإعصار قوي على الساحل في خليج المكسيك بالتالي لو كان هناك أي ضر كبير على البنية التحتية سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط لم يحدث أي ضرر إعصار لورا على البنية التحتية فلن نشهد أي تأثر في أسعار النفط المتداولين يترقبون منها ليس الإعصار بل هو المعروض النفطي وأيضا الطلب على النفط وخاصة أن هناك المخزونات ما زالت كبيرة جدا توقعات بأن يكون هناك الطلب لا يوجد إلى الآن التعافي لما قبل مستويات جائحة الكورونا هناك توقعات بأن ينخفض الطلب بحسب منظمة أوبك بتسعة مليون بوكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بثماني فاصل واحد مليون برميل يوميا فأنا أتوقع أن تكون التصاعدات بشكل لحظية على المدى القصير بسبب تلك العوامل لكن سوف نتقى في نطاقات ضيقة على الأسعار النفط على المدى المتوسط والطويل في ظل الترقب إلى المخزونات وأيضا إلى تعافي الطلب خاصة نحن نتحدث إلى الآن حصول موجة ثانية من فيروس كورونا وهذه المخاف ربما لن يحصل إغلاقات اقتصادية لكن سوف يؤثر ويضع قيود على حركة السفر والتنقل بتأثر على أسعار النفط ما زال هناك لم تعود الحياة إلى طبيعتها لم نشاهد قطاع الطيران يعني استأنفت رحلاته فبالتالي كل هذا سيؤثر على الطلب والتوقعات ما زالت إلا إذا حدث هذا الأحصار وأحدث ضرر كبير على البنية التحتية سوف نشاهد بالفعل ارتفاعات لأسعار النفط نعم يعني بالوقت اللي عم نشوف أيضا يمكن تخوفات من حدوث ركود اقتصاد مزدوج من بعض أعضاء الاحتياط الفدرالي لينا ما زال في توجهات الآن خلال هذه المرحلة لأسهم التكنولوجيا بالأسواق الأمريكية هل هو تفضيل الآن لهذه الأسهم مقارنة ربما بأسهم صناعية كان يتمركز عليها المستثمرون سابقا قبل الأزمة؟ نعم بالفعل هناك المخاوف من أعضاء الفدرالي الأمريكي أن يحصل ركود مزدوجة في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من بعض البيانات الاقتصادية التي تعد إيجابية عن قوة بيانات الوظائف لكن لم يعد التعافي الاقتصادي يعني نقول إشارات التعافي بل هو بعض التحسر فهو المخاوف من ركود مزدوج وخاصة أنه حتى لو وجد هذا اللقاح من فيروس كورونا يحتاج إلى أشهر وأيضا لم يعطي أيضا مدى الأمان فبالتالي نتيجة التحفيز النقد الذي نشاهده وضخ السيولة الكبيرة في الأسواق عم تدعم أسواق الأسهم لأنه لا يوجد مكان لإستثماراتها فعم تتوجه هذه الأموال إلى أسواق الأسهم مثالي عم نشاهد أسواق المؤشر نازدك وأيضا مؤشر S&P 500 عم يتفع ارتفاعات وإغلاقات مستويات قياسية لاحظنا مؤشر S&P 500 يغلق على رابع جساء على ثواني من الإغلاقات القياسية وأيضا مؤشر نازدك بينما مؤشر داو جونز يعني هناك أربعة في المئة ليعود إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا وخاصة عم نشوف أسهم التكنولوجيا ارتفاعات جدا كبيرة من أبل وأيضا أمازون عم ترتفع هذه المؤشرات وخاصة حيث أنه هنا سيتم استبعاث إكسو موبيل ودخول سيدس فوريس وهي مختصة في الأونلاين إلى مؤشر داو جونز وخاصة بعد التوقعات والنتائج الإيجابية التي أظهرتها وتوقعات في الإرادات الكبيرة المتوقعة فبالتالي هناك بالفعل دعم لكن إلى أي مدى هذه الارتفاعات سوف تستمر في ظل كل هذه التحفيزات النقدية التي يقوم بها الفدرالي الأمريكو هناك توقعات أن تستمر هذه التحفيزات رغم هذا التحفيز المعلق بين الجمهورين والديمقراطيين لكن هناك إدارة ترامب ربما عمت هناك بالفعل يعني يريد ضخ مزيد من التحفيز يعني الكل بيصدد انتظار هذه الكريمة من جرم فاول شكرا لك يبيناء قنوع على محللات أسواق مالية في إكوتي جروب شكرا لك اشتركوا في القناة